اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ومستمرين في تغطياتنا للاحداث الجارية بس منحب نفكر حضراتكم الفاتاتو فقرة او هتفوتوا اي فقرة ممكن يشوفنا على اليوتيوب تشانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة باللغة الانجليزية ومكان العين روحهم تلاتة باللغة الانجليزية وممكن تتواصلوا معنا على تويتر او على الفيسبوك نهارك سعيد بردو كلامنا الفقرة دي هيكون عن تداعيات احداث او ممكن نقول مجزرة برسعيد كما اصطلح عليها اعلاميا لانه اخر تداعياتها زي ما كنا بنقول في المقدمة هي مسيرة الالترس اللي طلعت من عند النادي الاهلي مبارح وكان متضمن فيها الالترس طبعا الاهلاوي كان طالع لكن كان متضمن معها الالترس الزمالكاوي متضمن معها الالترس من مختلف الفرق وتوجهوا حتى مكتب النائب العام في المجلس الاعلى للقضاء وكانت الحقيقة مسيرة سلمية جدا وبالعربي تفرح لانها كانت منظمة تنظيم دقيق واعلنت هتطلع الساعة كام وتوصل الساعة كام وقالوا هنمشي الساعة تسعة بالليل وفعلا مشيوا الساعة تسعة بالليل وكانت يعني كان منظر مشرف وتم اظهار انه جمهور الاهلي او جماهير الكرة لن تترك اصدقائها ولن تترك دماء من فقدوا ومطالبين انه يتم القصاص لهم لانه بعد اكتر من عشر ايام لسه مفيش حاجة حصلت هنتكلم عن المسيرة هنتكلم عن تداعيات مجزارة برسعيد مع ضفنا استاذ عصام الحسن النقد الرياضي بجليد اخبار اليوم صباح النور استاذ عصام البداية تعليح حضرتك على مسيرة الالتراس انبارح كان لا هي ضربت مسأل رائع يعني انا اعتقد انها كانت نموذجية في التنظيم وفي التوقيت وفي الترتيب واتمنى ان كل المسيرات تكون بنفس الشكل وبنفس المضمون وبنفس الشياكة لان يعني لو ما كناش نزبط امورنا بالشياكة دي هتبقى في فوضى مزيد من الفوضى واتمنى الكلام ده يكون برضو في كافة ارجاء التكتلات او الجماعات او الروابط اللي بتمثل اي جهة او بتمثل اي مؤسسة او بتمثل اي مطالب طب حضرتك شايف ان الاحداث دي او الاحداث اللي احنا فيها الايام دي مما يخص كرة القدم هي دي كرة القدم اللي احنا كنا نعرفها قبل كده في يعني ممكن نقول في السنين اللي فاتت قبل ما يبقى فيه وقبل ما يبقى فيه اشكال مختلفة ونبتدي نعرف ان فيه ادبيات كمان للالترس بشكل ما انه مش عارف ياخدوا الفانيلا ازاي يعني برضو فيه حاجات تفاصيل كده تنية نسمع عنها معناش عارفين صحتها من عدمها لكن هل هل ده اختلاف مفاجئ ولا تحويل في الدفة انحراف عن المسار ولا ده تطور طبيعي ولا حضرتك شايف ده ازاي اجاب بصراحة سوء رائع انا بكلمك بالامان لان انت فجرت القضية بابعات مختلفة ومتنوعة فعلا لازم نعرف الفرق بين التشجيع دلوقتي في الشكل والمضمون الجديد ده اللي احنا بنلمسه الاول مرة خلال تلات اربع سنين في ظل تواجد الروابط المتنوعة للاندية المختلفة والتشجيع اللي قبل كده في السبعينات والتمانينات والتسعينات لا فيه فرق كبير جدا ولكن خلينا نتكلم بالمنطق ايه ايجابيات ده وايجابيات ده في مفهوم التشجيع يعني طبعا ما قبل الفترة اللي احنا بنشوفها دي في التشكيل الروابط ده ما كانش فيه الاحداث المؤسفة والمقلقة والمرعبة اللي احنا بنعيشها خلينا نتكلم بالمنطق وبالعقل اني ما قبل الثورة كانت الروابط دي موجودة وكان فيها سلبيات برضي كنا بنعاني من السلبيات عشان ما نحطش كل تقلنا على منطقة الثورة ونقول ما بعد الثورة اتغيرت المفاهيم الروابط دي لا الروابط دي كان برضو عندها سلبيات قبل الثورة في احداث مطلحقة في مختلف المباريات وكنا برضو بنتكلم وبننتقد بعض تصرفاتهم هما في الشكل وفي المضمون حاجة شيك يعني كفكر تنظيمي وجماعات بتؤيد النادي او بتساند النادي في مختلف الظروف ولكن برضو عندهم عدم عملهم في ظل يعني مركزية او في ظل منظمة خلفهم انها هي يقدموا الشكل والمضمون بالشكل فيه توازن ما فيهوش انفعال ما فيهوش ضغوط لان انا شايف انهم ساعات بيعبروا عن نفسيهم بشكل غلط فبيتفهموا بطريقة برضو طبعا غلط فبيسبب سلبيات واضرار للمجتمع اللي احنا بنعيش فيه كلام ده مكانش بيحصل زمان خلينا نتكلم من سنة 48 من من الوقت ما بدأنا الدوري ما كانش فيه كلام ده ما كانش فيه ان ان الجمهور يخش نادي مثلا يكسر ماتش كرة يد في الرواب برضو في ظل التواجد والرواب ده ما قبل الثورة يعني طب لو قلنا لو قلنا نيدا جديد هل نقدر هنا نتكلم عن بقية عامل الصورة بمعنى ان الجمهور مش لوحده في الصورة فيه لعيبة الحل ما يتغير في الملاعب كرة القدم يعني ما اختلفتش كتير اختلفت ممكن تكون في الصورة اختلفت في اي حاجة لكن فيه جزء ممكن نتكلم عنه في الثقافة اللي جاية جزء كبير جدا منها من الاعلام تغير الاعلام الاعلام الرياضي في مصر دوره ايه في الحكاية لا دور الاعلام لازم يبقى فيه توعية طبعا وتسقيف للجماهير دي انت عارف ان الجمهور ده ثقافاتهم مختلفة يعني انت كل الناس بتتكلم على مجموعة من الولاد دول انه هم مؤهلين من خلال شهادات وتعليم وثقافات ولكن في مزيج تاني جوه الروابط دي ثقافته ادنى بكتير جدا من اللي احنا بنتكلم معنا هل الاعلام الرياضي مدان ولا مظلوم في جزء كبير الاعلام مدان في منطقة عدم التوعية لان دور الاعلام في الوقت ده خاصة اعلام الخاصة لانتكلم برضو ان الانحراف اللي احنا بنشوفه ده نتيجة شغل اعلام خاص غير ممنهج بيتكلم بلغة المال ودخل فيه لعبين سابق بصرف النظر عنك دي قضية تاني بس انا عايز اقول لك قبل ما اتكلم تسمحلي بس لو نتكلم في منطقة الاعلام لان انت طبعا دخلت في منطقة جوهرية جدا ومصارح حاليا ولكن خلينا نتكلم على تكوين الروابط دي شكلها ايه واساسها ايه وبتتمول ازاي النهاردة انت بتتكلم على الروابط دي بتتكلف الدخلات دي بتتكلف السواريخ والشماريخ دي بتتكلف يقولوا الشمروخ دي حقاري بنتين جنيه ومية وعشرين ومية ومية وخمسين نهاردة مين اللي معاه الفلوس هنتكلم كلام اتمنى ان المسؤولين في الدولة انهم يستوعبوه كويس لان ده منطقة الخطر اللي احنا بنعيشها في الفترة الحالية دي نهاردة انت بتتكلم على الف صاروخ ولا شمروخ خلال المطش يعني انت بتدفع كده بتولع في مية الف جنيه او مية وعشرين الف جنيه او ميتين الف جنيه لو هو ميتين جنيه احنا بتقول لحد الادمة مية جنيه للصاروخ او الشمروخ يعني انت بتولع كده في المطش في مية الف جنيه في مطشات انا بتجيبش الارادة في مطشات التذاكر بيع التذاكر مايجيبش الارادة طيب التمويل ده جاي منين مهما تقوليش انهم كلهم وولاد اهليهم مقتدرين بالشكل الكبير ده ان هو يقول له خطر خمسمائة جنيه ده يروح جيب خمس شماريخ مش منطق والعقل والتذكارة بعشر او خمستاشر او عشرين جنيه عايز اقول لك ان معظم الروابط دي او كلها بتخش المتشاط بدون تذاكر في ظل المسؤولين بتوع الاندية خلينا نتكلم نقول ان بعض مسؤولين الاندية في مجالس ادارات الاندية مسؤولين عن تمويل الروابط دي او المنحرفين بلاش نقول ان كل الروابط او التكونات بتاعتها مش كويسة فيها جزء كويس محترم متوازن نفسيا عايز يشتغل بمنهج التشجيع للمسندة ورفع المعنويات للعيبة وللادارة ورفع عالم النادي ولكن في جزء تاني مدسوس نتيجة الناس منفلتة الناس ثقافتها متدنية بيستغلوا التجمعات دي لأهواء ومصالح شخصية بيحصلوا على مبالغ من مجالس ادارات الاندية بيتم دعم الناس دي لصالحهم علشان ما يرجمهمش في المدرجات او يرفعوا يفط ضد الادارات ويستغلون في الانتخابات جوه الاندية برضو خلينا نتكلم اكيد انت معاوضة فكرة عشان كده فاندي ما انا بتكلم يعني سألت على دور الاعلام لانه نحن لم نشهد احداث يعني بالقوة دي غير قبل رحيل الرئيس المخلوع لما حصلت حدثة مطشو امو درمان والمشكلة اللي كانت تحصل بنا ما بين مصر والشقيق والجزائر وانه وجهت اصابع الاتهام لبعض الشخصيات الرياضية منهم لاعبين سابقين انه هم كانوا سبب اشعال الاوضاع واشعال بتصريحاتهم النارية التي تتنافى مع حيادية الاعلام ويمكن جزء منهم كان برضو مشارك في الاحداث الاخيرة بعد مجزارة بورسعيد وبعض التصريحات التي اثرت الجماهير جدا في منطقتين احنا لازم نتكلم عليهم او محورين لازم نتكلم عليهم في حتة الاعلام دي الاعلام ده اللي هو الاعلام الخاص خلينا نتكلم برضو عشان احنا ما نكلمش على اعلام الحكومي لان اعلام الى حد كبير ممنهج يعني ومنظم الى حد كبير لا وحدك في حور لا دي حقيقة لا دي حقيقة وانت لمسها اكيد اللي فعالك هو فعالي اللي احنا منتكلم على الاعلام الخاص اللي هو او مش كله طبعا نتكلم على الاغلبية منه بيشتغل بمنهج الاستفادة او المصلحة الخاصة هو ما يهمهوش المرضود في الشارع ازاي هو ما يهمهوش الشعب ده يتأثر بالكلام ده ازاي ده في منهم اللي كان عايز الموضوع يرجع يشتغل عادي جدا انا اقول لحضرتك حاجة هو بيعمل عملية تعبئة هو بيعبي انت عارف لما بيكلم كلام غلط بيعبي الشباب الصغير ده اللي ما عندوش وعي كافي ولا خبرة كافية ازاي امتى يتصرف بشكل حضاري يخاف على البلد دي فبيقعد يا عبي يا عبي يا عبي فبيحصل انفجار فبيصبح فيه هناك فتنة ما بين جماهير الاندية المختلفة دي قضية خطيرة جدا ازاي احنا نكون الاعلام بتاعنا اكثر احتراما واكثر شياكة لان ده على فكرة ليه مردود برضو في المنطقة المحيطة بينا يعني الناس بتنتقطنا على سلبيات الاعلام اللي انت حضرتك تكلم عليه ده على فكرة انا برضو مش عايزة افحق عند منطقة الاعلام الرياضي بس لان برضو فهتلاقي نفس المنهج ده في بعض البرامج السياسية بعض البرامج الثقافية بعض البرامج الاجتماعية القائمين عليها بيشتغلوا بمنهج الاستفادة الخاصة لان كل ما هو بيعمل اصارة وبيشعي النار الفتنة بيجيب معدلات مشاهدة اكتر فبيجيب اعلانات اكتر فبيتحقق له ارادات اكتر وبردابه بيزيد فالمنطقة دي هو بيفكر بمنهج القطاع الخاص للمصلحة الخاصة مش فارق معاه المرضود ده في الشارع شكله ايه الشعب هيعيش ازاي الناس تموت الناس تتحرق الناس تولع ولكن هو اهم مصلحته الخاصة هنا يجي يعني الدور على مين بقى مين المصلحة بقى فيه رقابة بشكل او باخر يعني مش رقابة على حريات الكلمة لكن مفروض يبقى فيه معايير على الاقل احنا ما عندناش فيه معايير دلوقتي خلينا نتكلم نقول ان احنا بنعيش في عصر الانفلات الاعلامي زي ما احنا بنعيش في عصر الانفلات الامني خلينا نتكلم بصراحة زي ما انت بتقول نتكلم بصراحة احنا عندنا انفلات امني وانفلات جماهيري وانفلات اعلامي وانفلات عام لكن اقول لك بقى ان انفلات الاعلامي كان هو السباء من ساعة المعظم القنوات الخاصة دي ما ظهرت من قبل الثورة وكان فيه انفلات الاعلامي ده عشان ما نربطش ده بالثورة لا هو زاد لكن هو قبل كده كان موجود خلال الخمسة سيلة يعني وقتنا ما فادرش فيه كتير ولسه فيه اسئلة كتير عايز اسألك عليها منها مثلا تعليقك على دعوة دولة قطر لصدافة مباريات الاهلي الافريقية مع تحمل كافة التكالي بص عايز اقولك حاجة بقى احنا لما كناش نقدر نأمن متشاط بتاعتنا هنا يبقى تبقى كرس يبقى هنأمن شعب مش عارف تأمن متش او اتنين او تلاتة او عشرة للاهلي او الزمالك او المنتخب ماينفعش المنتخب يروح لعب البرازيل في قطر عشان القانين ولعب البرازيل مش عايز اتيك مصر عشان خايفين ماينفعش ان احنا ماتش ما بين الاهلي والمصري يتعمل لنا كرسة عالمية بالشكل اللي اللي شفنا ده ورد الفعل العنيف السقيف القليم لتاريخ مصر ماينفعش ماينفعش انك انت مش قادر تأمن ماتش كورة بل هتأمن خمسة وتمانين مليون ازاي طيب تعليق حضرك على قرار النادي الاهلي بتجميد نشاطه في بورسعيد لمدة خمس سنة ماعتقدش ان ده حل ماعتقدش يعني عايزين انا مش عايز يحصل فجوة ما بين طواقف الشعب المختلفة ماينفعش اه في خطأ فادح جسيم ارتكب من بعض او من قلة اه نقول قلة بقى همجية نقول قلة مأجورة نقول قلة متسوسة قلة اجرامية هي اجرامية بشكلها العام لكن ليس عليها اهل بورسعيد هم الناس اصدر ومحافظة لها علينا اعايز اقولك حاجة هو في اي محافظة من المحافظات في مصر مش فيها جزء اه كويس وطيب ومحترم وجزء برضو من فلت هو قاهرة كلها اه اه ما فهاش اي اه عناصر فزدة اما ايه الاحداث اللي بتحصل دي اما ايه سرقات السيارات والاعتداء على البنوك وخطف البنات او السيدات اكيد كل محافظة فيها ناس كويسة وناس وحشة وبرسعيد محافظة من محافظات مصر فيها ناس كويسة وناس وحشة زي القاهرة زي الجيزة زي اسكندرية هاي طبعي حفندم بس اخر حاجة حضرتك عليها تعريف حاليدك على ما اصدرته لجنة تقصر حقائق من بيان البيانات المبدائية حتى البيان المبدائي هو يعني يعني معقول الى حد ما ولكن في قصور كبير جدا في انه هم اللي كانوا لازم يشوفوا منطقتين المنطقة الاولانية دعم الناس المنفلتة في الروابط المختلفة ما يقفوش عند منطقة وقعت برسعيد مين اللي بيدعم الناس دي المنفلتة في كافة الروابط في مختلف الاندية لان دي منطقة خطر جدا ممكن تسبب ازمات متتالية في مطشط مختلفة في فترات مستقبلية اذا لازم نشوف الناس اللي بتضخ فلوس ملايين الملايين للروابط دي وبتصفرهم وبتجيب لهم اوتوبيسات لان الكلام ما بيقفش عند الحادثة دي لان بعد كده هتستمع يعني كيف زكرت وزارة الداخلية في المنطقة الداخلية الناس كلها صب عند منطقة الداخلية ان في بلاش الانفلات بقى في غياب امني الانفلات ده جزء لكن اللي انا شايفه في غياب امني لان ما ينفعش في كل المحافظات يبقى فيه احداث اجرامية باشكال مختلفة مش في مطشات الكورة فعش مجموعة من الصينيين يتم خطفهم ما ينفعش ان خطوط الغزد نضرب في سينة ما ينفعش اتتاقات على بنوك ما ينفعش ده غياب امني ده غياب لكن في مطش الاهلي والمصري بالذات يعني المجزرة اللي تمت في وقت قريب جدا وابواب ملحومة يعني وعدم تحرك الامن ده بيثير الكثير من جزء لا يتجز والناس كانت منتظرة يعني كثير من الناس قالت انها احبطت لانها لم تجد ما يشغي غليلها ويمكن مسيرة الالتراس مبارح كانت ردا على ذلك لانه يعني برضو الناس منتظرة حاجة برد نارها زي ما بنقول بلعب خلينا بس نتكلم كلام منطقي والناس يعني عندها سخونة لانها تشوف حاجة او او قرار ايجابي التحيقات طويلة اصلاك انت انت دلوقتي ايه بتحقق ايه عايز تطلع مجرمين هيتم اعدامهم اصلا دي ما فهاش ما فهاش ما لهاش حلول اه لا ده 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 حل ما يتقبلش الاسم على اتنين ده يا مدان يا مش مدان مش مدان هيطلع براءة مدان هيقضي اعدام لانه قتل اه عشرات من الابرياء فانت بتكلم في ايه يعني فيه فيه لغة التآمر والتربس وفيه بقى حاجات مأجورة وفيه حاجات مرسومة ومقطط لها فالكلام ده هو بعض الفقهواء يا فندم الفقهواء القانونيين والدستوريين قالوا انه الشرطة مدانة من قبل اي شيء لانهم لانهم منواجبهم حماية الامن وحماية المواطن وهم لم يحركوا ساكن الفقهواء فالكلام أنا معاك في الكلام ده وانا يعني اللي مندهش لي انه هما اكتفوا باقالة مدير الامن او محافظ بورسايد انا اعتقد ان اللي جاب المحافظ في المسئولية دي يتحاسب واللي جاب مدير الامن في المسئولية دي يتحاسب لاني مش من المنطق انا لما جيب انا كراكد واستحرير صوصا لفنم على فكرة المدير الامن ده منحوظة اضفها لكنه حدلك انه مدير الامن عي يعني استلم منصبه قبلها بعشرة ايام وكان ده خارج حتى حركة الشرطة ده بشكل معه دي قضية تانية بقى دي جمان تنضاف انا لما اختار واحد غلط يبقى انا المسئول على الغلط خلينا بقى عندنا شجاعة ووضوح ونتحمل المسئولية انا لما عين محافظ مش اهل للثقة ومش واقف على شعبه وشايف السلبيات ايه وبيعالج وبيتابع ماتشي زي ده جماهيري وفيه تلاحم ما بين الشعب وفيه غياب امني طبيعي واحنا في حالة صورة وعدم توازن انا متابعت الشغل ماينفعش ان هو اللي تشال بس انا بكلمك بصراح فاي دولة متقدمة محترمة بتحترم ادمية الانسان لازم يتحمل المسئولية ويتم استقالته او هو يقدم استقالته ماينتظرش الاقالة خلينا نتكلم لو الكلام ده في دولة متقدمة كنت الحكومة استقالت انا بكلمك معلش محترم الشديد لكل الناس المسئولين اللي بعضهم اعرفهم كويس ولكن خلينا نتكلم كلام واقع بقى نحس ان احنا في نقلة نحس ان احنا بنحترم الناس دي نحترم بعضينا نحترم القرار ردود الافعال يعني برضو ردود افعال الحكومة كانت غريبة جدا لانه يعني وقعت رئيس الوزراء دكتور كامل الجنزولي اللي ما قال انا ما غيرت الشهدومي من المبارع فطبعا دي حاجة كانت مستفزة جدا للناس لانه الناس ما كانتش متخيلة انه دي يكون الكلام يتقل في البرلمان لكن دلوقتي فيه لجنة برلمانية وتجري تحقيقاتها لكن التخصي الحقائق لكن يثار الكثير من الكلام عن انه توجيه الاتهام سياسيا لن يصل الى مرحلة قالت وزير الداخلية يعني يعني الكلام انه لا يعني انه هناك توجه في البرلمان او ما ينشر يعني في الجرائد انه فيه توجه عام ان هذا وزير جيد وانه يعني فيه اتجاه انه لا نستمر وانه سيتولى يعني او سيلقى لعقبة مدير الامن فعلا كما سألك سألك سؤال هو انا بقيم وزير الداخلية ازاي او اي وزير او رئيس الوزارة بقيم ازاي مش باداء الوزارة او او اضاء الحكومة ككل هل ينفع ان ناس يتم قطفها وناس يتم سرق سياراتها في عز النهار وناس يتم اعتداء منها على البنو وبالمناسبة بامبارح تم نقل المدير امن جنوب سيناء ونقله الى مصلحة السجون بعد بعد عدد وقائع الخطف في سيناء يعني عنده سلبيات في المنطقة دي فانا بكفؤ بنقله في حتة تانية انا اللي عرف اللي عنده كسور بتشال لكن مش بسكن وبقفل صغرات ماينفعش الكلام ده يبقى احنا لسه ما فيش حاجة يبقى احنا لسه كتير جدا عشان نفهم ازاي ندير وازاي نحترم الناس وازاي نحترم عقليتهم انا كلام ده كلام غير منطق زي بالظبط انت شفت مدير الامن تشال ازاي الاول بتاع بورسعيد ده حولوه الاول لعمل الاداري كان قرار وزير الداخلية الاول بنقله لكن النيابة هي لا ده رئيس الوزر هو اللي شاله تاني يوم من الصبح في مجلس الشعب لا انا بسألك سؤال لما يكون اه في قصور بالشكل ده اللي راح ده حياع عشرات حوله لعمل الاداري في دوان المحافظة اما هشيله امتى انا بحظر يعني انا شاف الناس دي بتهزر لا بجد بتهزر لما ناس بيتسبب في موت عشرات الناس ويتم استمراره بس تحويله للعمل الاداري في الدوان المحافظة اما هشيله امتى طيب المحافظ كان هتشيل امتى انا اللي كنت افهمه ولا اعرفه وبالمنطق وبالعقل ان الناس دي كانت تتشل بين بالليل من بعد الوقع بعشر دقايق بخمس دقايق واخد بالك ما استناش لي تاني يوم بالصبح عشان اشيل طيب ده بالنسبة للموقف الحكومة وبالنسبة للموقف البرلمان حضرتك شايف موقفك البرلمان في تحميل المسؤولية السياسية هيكون مفروض يكون عامل ازاي قبل ما انتخل اعتقد ان الشق القضائي ده هيخش بقى في تفصيلات المؤامرة وكيف تمت ومين اللي مول ومين اللي عمل ومنعوا بعض اعضاء مجلس الشعب الصابقين في النظام البائد منهم يسفروا واعتقد احد رجال الاعمال صديق مقرب من عائلة مبارك لكن المسؤولية السياسية عدك شايف الاتجاه العام هيبقى عامل ازاي الاتجاه العام طبعا هيروح ناحية الداخلية وناحية طبعا المنظمين والادارة بتاعة هيئة الاستاذ بتاعة بورسعيد والكلام ده لكن خلينا نتكلم بصورة اوسع من كده انا مش عايز اقف عن طلب المنطقة دي بس انا خايف من بكرة ناخد عناصر الصورة لانه لجنة البرلمان قالت في تقريرها انه اتحاد الكرة ايضا له ضلع رئيسي في المسؤولية تبقى حتى للواقح الفيفا انه عدم تنظيم المباريات لو في خطر امني او ارهابي ممكن يتهدد المباراة فانه كان من حق الاتحاد المصري ان هو يلغي المطش او ان هو يعمله في مكان تاني حتى انت عايز الكلام المنطقي والعقلاني برضه لا ان اتحاد الكرة ما يتحملش النهاردة فيه تقارير امنية وفقت عن المطش يتلعب انت اتحاد الكرة بيبعت ايه التسلسل ما انا شايف يعني ما علش القضية بتطرح في الاعلام بصورة غلط اه الاتحاد مكروه عشان ليه سلبيات قبل كده كتيرة لكن ده مش عشان هو مكروه ووليه سلبيات كتيرة ادخله في المعمعة دي في المنطقة دي بصورة غلط خلينا كل واحد ياخد حجمه الطبيعي من الخطأ الجسيم اللي ارتكبت لا لتتعدى في اخر واحد انت النهاردة اي مطش بترسل الامن بتبعت كنادي وكاتحاد وكلاجنة مسابقات بتبعت لهم قبل المطش اهنا هنلعب مطش كذا الاهلي والمصري في بورسعيد ايه الظروفة الامنية اه طبعا مطورية الامن بورسعيد بتوافق وزارة الداخلية بتوافق اه المدرية الشباب والرياضة طبعا بيكون لها دور هيئة الاستاذ بتاع بورسعيد لها دور نادي المصري ليه دور كمنظم للمباراة كله تم الموافقة عليه هو هيلغي المتش على اساس ايه النهاردة الحكم اضار المتش المتش خلص فعلا ما كانش فيه مشاكل هو مو نوقف اتحاد الكورة كان في الاخر ان هو تفادى احراج الحكومة قدام جوزيف بلاتر فقدم استقالته طب ختاما اللي كلامنا حضرتك شايف في واحد اتنين ثلاثة ختاما لان خلاص وقتنا بورس المطلوب الفترة اللي جاي علشان هذا الوضع يعني نعرف راسنا من رجلين هنكمل ماتشات كورة ولا قطر هطلع مباراة الاهلي ولا ايه يحصل خلينا نقوله فعلا في عناصر مختصرة احنا عايزين ايه عشان نحصل من الاوضاع في الفترة المستقبلية اولا لازم لازم مجلس الوزراء والمجلس الاعلى القوات المسلحة ووزير الداخلية والنائب العام وين ياب العامة تدرس كيف يتم تمويل العناصر الفزدة الهدامة المدمرة داخل روابط الاندية انا بحدد الكلام ده لانه هو ده الخطر الواقع على ارضنا انه هو ده اللي بيسبب التمويل دوت والعناصر ده واحد انه هو يتم التحقيق مع هذه العناصر في مختلف الروابط انا ما بقفش عند الاهلي وعند المصري وصل اكبر انا كلامي واضح لان الكلام ده بيتكرر في المحلة بيتكرر في اسكندرية هيتكرر في كل محافظات مصر هتتعامل فتنة فاحنا قبل ما تبتدي فتنة بين المحافظات والشعب مصر لازم ندرس الموضوع ده ده رقم واحد اه تانية حاجة لازم الامن يقوي نفسه ومش احنا اللي هنقويه لان المواطن في اي دولة في العالم ما بيحبش يخضع للانضباط الامني والقوانين واللوايح مش هجيب انا الشرطة اقوله لا ارأي ابني لا تابعني لا صحح وضعي مفيش كده فالامن هو اللي يقوي نفسه بالقانون تالت حاجة الاعلام المنفلت لازم طبعا برضو مجلس الوزراء يدرس عملية تقنين القنوات الفضائية الخاصة اللي بتنطلق بصورة عشوائية ويتحط منهج ما فيش حاجة انا مش عايز اقول لان كلمة بقى مساك شرف لان ده كلمة شعارات لا هو زي في الدول في الدنيا في الاوديوفيزيوال في فرنسا يعني في الاف سي سين سميها زي ما نسميها يبقى فيه جهة رقابية على الاعلام ويبقى فيه اكواد وقت مراقب تنفيذ هذه الاكواد السيد عصام الحسن عناخد رياضي بجريت اخبار اليوم نتمنى انه الاولاق تحسن وانه بعض من المحترحات دي توصل لمن يحكمونا يمكن يسمعوها بنشكرك جدا ونورتنا الله يحادي مشاهديين دي نهاية فخرتنا خليكم معنا في نهارك سعيد لكن بعد الباصل تتبعوه اشتركوا في القناة